كافيين أنا وزينب بآخر فقرة مع مين زينب محطتنا أكيد رح يكون للكتاب حصة مثل ما حكينا بالمقدمة الصباح وعالم الكتاب بين صناعة النشر والمعرفة أخبار الأنشطة الثقافية اللي حيخبرنا عنه أكيد تاز هيسم الحافظ رئيس الاتحاد النشرين أسورين سعد صباحك صباح خير حلو أنه بتسوي محطة للكتاب يعني صباح خير صباح الكتاب صباح يعني عبق الياسمين يلي ممزوج برائحة الكتب صباح كن خير وبركة وأمل وإن شاء الله الأمور بتكون بخير لكل المواطنين صباحك خير يا سيد صباحك يعني مع هاي الكلمات حضرتك أنت قدمت عن كل ما يخص الكتاب يمكن عن جده هو ممزوج دائما بعبق الياسمين وخاصة أنه نحن بحاجة هلأ للقراءة بحاجة للعلم المعرفي اللي هو متوقف أو متوقفت هذه العجلة خلينا هلأ اليوم موضوعنا عن النشر وصناعة النشر اللي عم بتواكب حاليا المشهد الثقافي نحكي عنا معك أستاذ حيثم هلأ صناعة النشر طبعا في العالم وفي الوطن العربي وبعدين بسوريا هي تقريبا تعتبر فين يقول الأساس الأول لتطوير الثقافة نعم الأساس الأول لتكوين حالة ثقافية إيجابية لأنه اليوم الكتاب هو مو بس الوعاء الأول والأهم لإيصال المعلومة مو بس هاي لا هو الأقرب إلى كل المواطنين الأقرب إلى كل الناس الأقرب إلى إيصال المعلومة بشكل كامل لذلك تسعى كل الهيئات الثقافية بالعالم لدعم صناعة النشر في العالم وسوريا طبعا إحدى الدول اللي دائما تسعى لدعم هذه الصناعة لكن أحيانا هذا الدعم بيكون محفوف بمخاطر أحيانا بيكون فيه معويقات لكن نسعى إن كان باتحاد النشرين السوريين إن كان بالتعاون مع وزارة الثقافة إن كان بالتعاون مع وزارة الآلام مع الوزارات المعنية اللي هي بصناعة النشر لأن صناعة النشر صناعة حقيقة صناعة معقدة لها أكتر من جانب لكن فيني أقول إنه بسوريا عم تشهد خليني أقول تألق أو عم تشهد ألق عم تشهد عودة إلى الوضع الطبيعي اللي كانت فيه قبل أزمة كورونا وأنتم تعرفوا كحكينا بأكتر من جانب أنه أزمة كورونا ووباء كورونا أفثر تأثير كبير على صناعة النشر لأنه صناعة النشر محورة الأساسي هو التلاقي بين الناس ووباء كورونا هو كان الهدف الأساسي أو الحماية هو التفرقة فهو لا يتناسب كان الوباء كورونا مقالية عرض الكتاب وتطوير صناعته فلذلك صارت هي من المهن الأساسية اللي تأثرت بتأثير كبير لكن هلأ نحن بدأنا بإعادة هذا المهن لمسار الرئيسي وبدأنا بنشوف بعض الانتاجات الجديدة إن كان من دور النشر السورية أو العربية وعلى فكرة حتى الدوليين هذا الموضوع اللي أنا عم بحكيه هو التأثير ليس في سوريا فقط وليس في الوطن العربي في العالم كله في مكتبات كبيرة بإيطاليا بألمانيا سكرت في دور نشر حتى بالولايات المتحدة بكندا بفرنسا توقفت عن العمل لكن الآن بدأنا فينا نقول وقتصرنا نشوف بدأت الحياة تعود إلى جزء من طبيعتها بدأ يعود العمل بصناعة النشر نعم بما أنه يعني جائحة كورونا كانت بأوجة هلأ خفت بعد انتشار اللقاح خبرنا يمكن أستاذ هيسم هل في معارض يعني قيد هيكي التخطيط والتنفيذ والمشاركة والله سؤالك حلو وهو على فكرة بيعطي كمان مزيد من الأمل أول شيء بدي ألكون بالعالم العربي بدأنا ترجع المعارض يعني بدأنا نحن اليوم أقيم معرض في أبو ظبي وبالشارقة وبالقاهرة طبعا طريقة العرض فيها طريقة خجولة طريقة الزيارات فيها من القراء كانت بسيطة لكن من بعد شهر خمسة أو ستة بدأت المعارض الكبرى تعود الآن في عنا معرض بعد أسبوع معرض عمان بالأردن في عنا بأول شهر معرض الرياض وهذا معرض كتير مهم وعنا معرض الشارقة الآن بدأ يعلن عن استقطاب الناشرين هدول ثلاثة معارض العربية القادمة إلنا في هذا ما تبقى من العام لكن أنا سمحيلي بهالمناسبة وبهالجلسة الطيبة بقناتكم الجميلة أني بص خبر كتير حلو للقراء السوريين للمواطنين السوريين نحن بارح كنا مع السيدة الدكتورة لوبانا مشوح باجتماع مهم وأعلن عن إقامة معرض للكتاب السوري في مكتبة الأسد وهذا سيقام في 26 عشرة إلى 6 إذا وهذا أقل من شهر تقريبا على إقامة هذا المعرض وبتصور هذا المعرض سيكون قفزة نوعية أو نقلة نوعية للناشر ممكن نعيد بعض الأمل ممكن نعيد بعض الآفاق الجديدة هيكون معرض متخصص بالكتاب السوري وكان الهدف أنه التخصص للكتاب السوري تشجيعا وأيضاً وأيضاً في عنا كتير من دور النشر في مكتب الأسد حلو كتير هون من خلال شاشة الأخبارية السورية دعوة لكل عشاق الكتب وأيضاً أكيد القراءة والكتب اللي هي هتكون بامتياز سوري أنهم بـ 26 عشرة يتوجهوا لأكبر مكتبة وأكبر صرح ثقافي ومكتبة الأسد أستاذ هيثم يعني نحن دائماً ضيفنا الدائم متعودين دائماً هيك تكون ضيفنا لتحكي لنا أكتر اليوم موقتنا خلص ولكن هيكون معنا وقفات تانية قبل المعرض طبعاً نحن نطلل المعرض نحكي بالتفاصيل نحكي تفاصيل وشو هنسوي وشو هنعمل لأنه مبارح كان الاجتماع وكان الدعوة وكان قرار المعرض وأعلن مبارح وزارة الثقافي أعلنته إقامة المعرض وهذا أول إعلان بكم في شاشة محلية وهذا كلام نحن نعتز فيكم وبشاشتكم كعالمين الله يعتبر أكيد يعني أستاذ هيثم مفقين نتمنى توفيق بها لعندكم تجهيزات لمعرض الكتاب السوري نتمنى أيضاً بالمشاركات العربية تكون سوريا كثير كبير بالمشاركة ودور النشر شكراً لوجودك معنا حرك سعيد شكراً كثير لألكون وشكراً للمتابعين جمهورنا دوماً متابعين للقراءة والكتاب شكراً لكم